ما أكثر مدن العالم وما أكثر مميزاتها لكن ليس فيها بعد مكة حرسها الله كالمدينة النبوية المشرفة إنها طيبة طيبة على ساكلها أفضل الصلاة والسلام ففيها المسجد النبوي وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا يسافر بنية تقرب إلى الله إلا إليها ففي الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وتضاعف فيه أجور الصلوات قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وفيها مسجد قباء قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره وهي أحد الحرمين الشريفين قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وقد دعى النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة فقال اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه وإليها يأتي أهل الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة أي ينضم ويجتمع كما تأرز الحية إلى جحرها ومنها ينفر أهل النفاق قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها وللصابر على شدة جوها ثواب عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا وهي محروسة من المسيح الدجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ومن أراد بأهل المدينة شرا أهلكه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء